وللحديث في هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الكاتبة المتخصصة في الشؤون الاتقصادية سيدة كوثر حنبوري سيدة حنبوري أهلا بك معنا عبر شاشة الغد أهلا بك أصحاب الدخل المحدود في لبنان كيف يعيشون؟ يعيشون في البؤس في حالة مزرية نعرف أنه في لبنان لو ما عنا هالمبادرات الفردية يلي هلأ عرضتوا بالتقرير إحدى المبادرات لو ما هنه كانوا الناس بيموتوا من الجوع نحن عم نعيش حالة مزرية يكفي أن نقول أنه خلال سنة كانت نسبة الفقر 45% صارت 82% وكل يوم عم يزداد يعني كل يوم عم يزداد أعداد الفقراء في عنا الطبقة المتوسطة يلي كانت هي تدعم الجمعيات الخيرية اليوم الطبقة المتوسطة صارت هي عم تروح على الجمعيات الخيرية بتقصدها طلبا للغذاء والدواء والملابس وكل شيء وأنا بدأت وقف عند التقريري اللي ذكرته أنه أنا كمان جعت بتقول هذا شيء بدل على أنه الواحد بس يعيش نفس الحالة بحس مع المحتاج يعني أنا بعرف كتير منيح أنه وقت الواحد يكون هو شخصيا مرأ بحالة فقر شديد أو حالة حاجة بحس مع غيره المحتاجين وبتكترق المبادرات الفردية سيدة كوفر تحدثت عن نسبة مرتفعة جدا للفقر في لبنان هل المبادرات الفردية التي تحدثنا عنها في التقرير قبل قليل وأنت ذكرت جزءا من ملامح هذه المبادرات الآن لها أي قيمة أي وزن الآن حاليا طبعا طبعا نحن أول شيء بدنا نتوقف عند المغتربين اللبنانيين يلي بالحقيقة لوما هنك يعني العائلات اللبنانية غير قادرة على الصمود بس في عنا المغتربين اللبنانيين بالحقيقة عملوا كتير يعني عم يبعتوا إما مصاري مال بالفرش دولار والفرش دولار وقت العائلة إذا بعتولها 100 أو 200 دولار بيساعدوها لتقدر تستمر وتصمد أكتر إذا بعتولهم الأدوية نحن في مرحلة ما في أدوية بالصيدليات كانوا كتير ناس مرضى ما عندهم الأدوية كانوا يجوا المغتربين يبعتوهم بالفاليز بالشنط السفر كانت وصلنا الأدوية غير هيك غير المغتربين نحن في عنا المبادرات الفردية أنا مش بس بذكر هذه الحالة اللي ما رأيت بالتقرير في عنا مثلا جمعيات عديدة عم بيكلمة يقولوا أنه نحن فتحين باب التبرعات منلاقي إن حمد الله في كتير ناس نشكر الله عم بيبادروا وبيقدموا الطعام بيقدموا الملابس وبقدموا الأدوية كل واحد عنده دواء زاد عنه حتى يعني ما يحتاج كل الدواء عم بيقدموا للجمعيات الخيرية لأنه بيعرف أنه خيل محتاج هالدواء وهذا الدواء يعني ما أنه شيء واحد يستغني عنه في لبنان ما دور الدولة اللبنانية في هذه المرحلة هل المبادرات الفردية بعيدا عن الجهود التي تبدلها الحكومة بين الفينة والأخرى للتخفيف من معاناة أصحاب الدخل المحدود للحقيقة أنه الحكام في لبنان عايشين في وادي آخر يعني الناس في وادي والسياسيين في وادي تاني كل ما عم نشوفه هو المزيد من المناكفات السياسية المزيد من التشنج السياسي يعني في بين الرئاسة الثالثة ورئاسة الجمهورية وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في عنا تعطيل لمجلس الوزراء وكلكن بتعرفوا عم بتتابعوا أديش التعطيل عم بيأثر على الحياة يعني بدل ما يجتمعوا بحالة بوضع مثل حالة لبنان لازم يعملوا خلية أزمة خلية أزمة تشتغل ليل نهار لحتى يحطوا الخطط والبرامج اللي بتساعد وبتخفف على الناس بدل ما يعملوا هيك عاملين تعطيل لمجلس الوزراء يعني نحنا هديك اليوم أنا ريت دراسة بتقول أنه إذا نحتسب فترة التعطيل بين رئيسة الجمهورية ورئيسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب بيطلعوا تسع سنوات ونيف يعني تسع سنوات ونص من حياة بلد هاو دي قديش بيعطلوا البلد يعني بكل مرافقه بكل مجالاته سيدة كوثر ما المطلوب الآن بشكل ملح من أجل إنقاذ هذا الوضع الصعب على صعيد إنساني على صعيد العائلات التي تدخل عاما جديدا ولا تجد القوت اليومي المطلوب أنه إذا عندهم جنس المسئولية جنس الضمير يرجعوا يستأنفوا جلسات مجلس الوزراء ما بعرف يلاقوا حل للأزمة السياسية ويعملوا خلية أزمة ويحلوا المشاكل الأساسية يعني هلأ نحن نعرف أنه فيه بطاقة تمويلية للعائلات المحتاجة هذه البطاقة التمويلية أول شيء بالحكومة السابقة وقررت رجعوا أعادوا النظر فيها بالحكومة الحالية رجع هلأ عم بيقولوا ما فيه إلى تمويل لم يجدوا التمويل لهذه البطاقة يلي نطلوها العالم كل هالفترة يعني هي وظيفتها أنه تدعم شوي العائلات المحتاجة بعد ملتقى التمويل لألا يعني فيه عندنا نحن لو ما فيه بعض المشاريع الصغيرة في بعض الكرة لمساعدة المزارعين وبعض يعني فيه مشاريع صغيرة عم يدعم البنك الدولي بالحقيقة هذه المشاريع عم بتخلي شوي العائلات يلي عايشي بالكرة تقدر تستمر يعني غير هيك ما فيه يعني الدولة ما عم تعمل جهود بما يكفي أو ما عم تعمل بجهود بالأصل يعني عرجتي على دور المغتربين في هذه المرحلة هل الدعم الذي يقدمه المغتربون لأهاليهم في لبنان بشكل متواصل مستمر يصل إلى المستحقين نعم لأنه المغتربين عم يبعثوا مساعدات مادية لعائلاتهم أول شي وعم يبعثوا أدوية عم يبعثوا يعني خصوصي أنا بذكر من أستراليا لأنه بعرف أنه عم يبعثوا بشكل كتير كبير يعني أدوية أغراض مواد غذائية مصاري أموال يعني عم يبعثوا كتير من أستراليا فيه من كل الدول الحمد لله الانتشار اللبناني نشكر الرابع لهذه النعمة منتشرين بكافة الدول يعني إن كان أوروبا وإن كان أستراليا وإن كان أمريكا عم يبعثوا مساري لعائلاتهم ولكل اللي محتاجين عم يعملوا مبادرات كتير يعني إذا بتفتح اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بتشوف قداش فيه مبادرات وأنا اليوم إذا بيجي بقول أنه أنا في شخص محتاج بلاقي فيه ناس بيساعدوني يعني بلاحظ أنه فيه صار فيه نوع من التعادد بين اللبنانيين ما كنا نشهدها من قبل هايدي كم عدد المستفيدين تقريبا سيدة كوثر من هذه المشاريع والمبادرات الفردية التي هي بحاجة بكل تأكيد كما أشرت إلى دعم حكومي ودعم من قبل الدولة اللبنانية هناك العديد يلي عم يستفيدوا مش عم يعني مش عم قللك إنه عم بعيشوا برفاهية عم يصمدوا يعني عم تساعدون على الصمود لأكثر والأقل نحنا بوضع مذري ونحنا اليوم بدل ما يستأنفوا نشاط الحكومة ويكفوا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عم بيتلاهوا بأمور بقشور أو بشكليات يعني الوضع ما بيحتمل إضاعة المزيد من الوقت نحنا لازم نكون عنا أمور على سكة الحال نحنا بعدنا لليوم عم تنطيع الكهرباء بعده العائلة اللبنانية عندها أقل من يعني عندها بالقليل مليون ليرة لبنانية بتدفعها اشتراك مولد للطاقة الكهربية اللي يكون عندها يعني كهرباء بالبيت يعني إلى هذا الدرك ووصلنا في لبنان مع الأسف يعني الآن المساعدات تقدم على شكل بداية مواد غذائية تمونية وجبات من ناحية أخرى بعض الأدوية التي يتم توفيرها ماذا عن الاختصاصات الأخرى ماذا عن المتطلبات الحياتية للمرضى وأيضا بعض الأجهزة التي تساعد بعض ذو الإعاقة الدائمة في نقص حاد في هذا المجال منعرف أنه جمعيات اللي بتهتم بالمعاقين والذوق اللي عندهم احتياجات خاصة أقفلت في العديد منها أقفل يعني منعرف العديد منهم يعني قاعدين ببيتهم ما عم يقدروا يروحوا على المعهد أو المصاح يلي عم يعملوا لهم التدريبات اللازمة حتى يتقدموا يعني مع الأسف هذه الفئة ما عم تاخد الدعم وما عم تروح على أي مركز تأهيل وعن بيزيد حالته سوء يعني الإنسان بس يكون عنده إعاقة معينة إذا ما بيروح يتعالج بيزيد سوء وضعه أشكرك جزيل الشكر من بيروت الكاتبة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية السيدة كوثر حنبوري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك